تنفيذاً لتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الزراح فده الله وبناء على القرار الذي صدر عن سموه رحب مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة برئاسة معالي الشخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بتعين سعادة السيد خالد عمر الرميحي عضواً في مجلس إدارة الشركة كما أعلن المجلس وتنفيذاً لتوجيهات سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعين الشيخ عبدالله بن خليفة الخليفة كرئيس تنفيذي للشركة بدءاً من الأول من مايو 2023 وبهذه المناسبة أكد مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة حرص ممتلكات على مواصلة تنويع محفظتها الاستثمارية وتنميتها في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في زيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله منوياً بجهود سعادة السيد خالد عمر الرميحي في تحقيق النتائج الإيجابية على مختلف الصعد وذلك خلال فترة توليه بكفاءة مهام عمله كرئيس تنفيذي لشركة ممتلكات كما هنأ مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة الخليفة بمناسبة تعينه رئيسة تنفيذية للشركة متمنياً له دوم التوفيق والنجاح في مهام عمله من جانبه أعرب سعادة السيد خالد الرميحي عن الاعتزاز بالثقة التي حظي بها من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعينه عضواً في مجلس الإدارة مؤكداً حرصه على مواصلة العمل ضمن فريق البحرين لتحقيق التطلعات المنشودة وكلما من شأنه الخير والنماء لمملكة البحرين